ولكن مهم جداً لو نقدر نستعرض مشاركاتكم معانا بسرعة كده لأن انتوا كنتوا معانا طوال الحلقة بيقول محمد فريد بيقول هدف ديانج الرابع في الزمالك وأهلاوي بيقول هدف من صناعة الربون عمر السلية اللي أسامة قال عنه قال جول بيقول هدف محمد شريف وآكرم وديانج ونضيف عليهم هدف طارق اللي احنا كنا بنتكلم عنه هنقدر نستعرض صورة تانية أسامة محمد أحمد بيقول هدف شريف الثالث في مرمى الزمالك أسست السلية بشكرك شريف في الزمالك مرش الخمسة وطهر محمد طاهر في مرش السوبر ده محمد طبعاً جمع بين الاتنين بقى رأيي ورأيي فارس طيب معانا شاكر محمد بقول أهداف كتيرة جميلة هدف محمد شريف في نهضة بركان هدف أفشة في كايزر تشيفز والسلية أيضاً هدف ديانج في الزمالك هدف شريف أسست السلية هدف طاهر ده أنت كاتب كل الأهداف وإسامة بيقول هدف طاهر محمد طاهر في الرجاء وعثمان أحمد بقول هدف شريف الثاني في الترجي وهدف ديانج الرابع في الزمالك وهدف طاهر في الرجاء أهداف بالتأكيد جميلة لسه عندنا عبد الرحمن مجدي بيقول كل أهداف الأهلي فيها تكتيك تكتيك يعني وفكر جميل ولكن هنقول هدف طاهر لأنه هدف بطولة محمد سمير بيقول هدف طاهر في السوبر الأفريقي لأنه هدف لا ينسى أبو أحمد بيقول هدف شريف بأسست من أرواع أسست من السلية في الزمالك ماتش الخامسة بالتأكيد أهداف النادي الأهلي مهمة وبالتأكيد هدف طاهر محمد طاهر بيحطه في مكانة تانية وأنا سعيد أن طاهر اللي سجل الهدف ده لأنه تعرض لانتقادات كثيرة جداً ولكن شفت لعب كنت بتقدره أن أنت تنتقد سلبياً قدر أنه في مرة يجيب لك بطولة